وبدوره أشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالنتائج الطيبة التي حققتها الزيارة التي قام بها فخامة رئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان إلى المملكة وأشار الصالح إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت بين البلدين الصديقين ستكون لها إنعكاسات إيجابية على مستوى التعاون السياسي والاقتصادي وخلال زيارته لفخامة رئيس جمهورية طاجكستان أعرب صالح عن تقديره لحرص فخامة الرئيس على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا تطلع مجلس الشورى لتوطيل العلاقات البرلمانية مع السلطة التشراعية في طاجكستان كما أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن ترحيبه وعضاء المجلس بالزيارة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية طاجكستان مؤكدا أن الزيارات رفعة المستوى بين المسؤولين في البلدين الصديقين تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما كما أشار الصالح إلى أن هذه الزيارات تدعم وتعزز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتنطلق بها نحو مجالات أرحب خاصة في ظلمات له مملكة البحرين من اهتمام تجاه العمل على تقوية علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول